وزارة الحج والعمر دورة تدريبية تعد الأولى من نوعها للتدريب وتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج وذلك قبل قدومهم من بلدانهم وبدأت أولى البرامج التدريبية في مملكة ماليزيا بهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل رحلتهم ويتل برنامج برعاية وزير الحج والعمر دكتور توفيق الربيع على هامش زيارة رسمية يقوم بها لماليزيا